منذ عام 2003 وحتى الآن وموارد الدولة في العراق تتعرض للاستغلال من قبل المسؤولين السياسيين والأحزاب واخروا استخدام عناصر الأمن وبعداد كبير حمايات للمسؤولين واستغلالهم بمهام خاصة فضلا عن الكلف المادية الكبيرة التي تتحملها موازنة الدولة وبإقرار رسمي من قبل حكومة السوداني التي اعلنت تقديمها مقترحا يقضي بتقليص أعداد عناصر حمايات المسؤولين ووسط توقعات بصعوبة تنفيذه لا سيما مع النفوذ الكبير الذي يتمتع به المسؤولون المستفيدون من الحمايات الخاصة مصادر سياسية مطلعة أكدت أن معظم عناصر الأمن القريبين من قادة الأحزاب والمشاركين في خطط حمايات المسؤولين هم بالأصل من أقرباء هؤلاء المسؤولين وقد جرت عملية تعيينهم في الدولة من أجل سحبهم فيما بعد لأداء مهام أمنية لخدمة الأحزاب المصادر بيّنت أن مقترح تقليص حمايات المسؤولين كان مطروحا في حكومة العبادي لكن الرفض السياسي من قبل قادة الأحزاب حال دون أن يتحول إلى قرار ما أدى إلى السمرار السغلال موارد مالية وبشرية كبيرة من قبل السياسيين لجنة الأمن والدفاع في البرلمان من جهتي أكدت ضرورة توضع حد لأعداد عناصر حمايات المسؤولين لأسيما مع تسجيل تجاوزات وانتهاكات في أكثر من مناسبة كان ضحيتها بعض المواطنين والصحفيين خبراء عسكريون كذوس حالة تطبيق قرار خفض حمايات المسؤولين من قبل حكومة السوداني بسبب سيطرة أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي عليها وامتناع قادة الأحزاب عن تقليل حماياتهم خشية من أي استهداف في أوقات الأزمات السياسية والأمنية مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة تتعامل بمحسوبية في هذا الشأن ومتوقعين أن يتم تطبيق هذا القرار على بعض المتقاعدين فقط استغلال قادة الكتل السياسية والأحزاب لملف الحمايات الخاصة يمثل السمرار لمسلسل استنزاف ميزانية الدولة ومواردها في ظل تواطئ رسمي من قبل الحكومات المتعاقبة لمنع ووقف هذا الاستنزاف الذي يمثل بابا من أبواب الفساد الكثيرة والمتعددة في العراق بعد عام 2003